ترجمة نانسي قنقر هناك أطفال أصلاً هم نازحين أجبرتهم الحرب أن يعملوا في هذه الوظيفة اللي هي وظيفة ممويتة وتمشي فيه لحد البيت نزلي نزل طيب نزل ترجمة نانسي قنقر قد يعل البنيان وتعمر أوطان لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان ذاك هو العمان أن تبذل ما أمكن دوماً أن تبني أملاً وسلاماً أن تنشر حباً إلهاماً ذاك هو العمان في قليل أو حتى بكثير مدامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير ذاك هو العمان النعمة لا تبقى قد ترحل يوماً إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوماً أنت المضمون لكونك والعنوان أنت العمران أنت العمران أنت العمران من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمِّينَ أَلِفْ لَا أَمِّينَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَانْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ قَبْلُهُ دَلِّ الْنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرَطَانِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ الْأَنتِقَانِ سلام الله أطلع 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 أين الباب؟ أطلع تطلع من هنا؟ كيف تطلع من هنا؟ أطلع 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 أ الدخلة و طلعها طيب تعال 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 و قعد معاك حمال يشوف ما شاء الله تبارك الله الشهاد الصوت الجبار يا أخي ما شاء الله تبارك الله عليك يا أخي أنت طبعا صوتك مع الصدى الصدى الحراقة يعني ولا أعظم يشد ما شاء الله الله يحفظك من زمان تنشد أنت؟ نعم من زمان تنشد أنت؟ نعم نعم و أنا والله يعني لما أنت قلت لا نريد والله يأثرت فيني يا أخي أشهد الله يأثرت فيني والواحد يعني الصدفة جمعته معاك و يرى هذه الملامح أنا ما أشوف منك العيونك البيضة هذه و قلبك البيض هذا لكن كونك حتى الأبيات اللي أنت انتقيتها و شيء يدخل للقلب اللهي الله يكرمه و أريد أن أعرف عنك أكثر رحمة من وين أنت؟ أنا من مدينة سفيري في بحلب اتهجرنا من عمري ثلاث سنوات و صار عمري ثلاث سنة و الهلق مهجر الآن عمرك سبعتاشر سنة؟ نعم نعم مهجر أنت لك كم سنة تشتغل هنا؟ صار لي من 2014 من 2014 أشتغل في هذه الحراغات؟ صورة يومية صورة يومية ماذا تعمل في الحراغة هذه؟ ننظف بقايا الفيوم بقايا الفيوم ما تتعبك هذه؟ نعم 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 لكي لا تحتاج لحدا؟ نعم لكي لا تحتاج لحدا؟ نعم لم تتعبك أحد من أخوانك يعمل؟ كم أفراد أسرتك أنت؟ ستة و أنا الوحيد فيما يأخوي بس أنا و أخوي أتنين أنت أخوك؟ والبقية أخوات؟ أنت بس اللي تشتغل ولا أخوك يشتغل؟ أخوك يشتغل بس أني يا الله يدوم نحقي من المعيشة يدوم نحقي؟ يعني أنتم اللي تصرفوا على البيت؟ نعم كم ساعة تشتغل هنا أنت في الحراقة هذه؟ أربعة و خمسة أربعة و خمس ساعة و كم تطلع؟ شي بسيط مع المول كم تقريبا؟ ثلاث دولارات ثلاث دولارات على الحراقة؟ ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة دولار كم المدة التي تشتغلها؟ في أسبوع تطلع ثلاثة دولار؟ حسب ما يكون فيه عمل حسب ما يكون فيه عمل؟ ما هو يعني يومي يومي؟ يعم حسب ما يكون فيه عمل يعني أنت تنظف حراقة كاملة؟ نعم نظفها وتأخذ عليها ثلاثة دولار؟ نعم هذه الحراقة كلها؟ فيه كم شب ما أيها بشتغل؟ نعم تأخذ عليها تأخذ في المرة الواحدة ثلاثة دولار؟ نعم طيب عشان أنت مجبور أنك تصرف على أهلك طبعا أنت الوحيدة التي تصرف على أهلك نعم وتكفي كفيك هذا المبلغ؟ كفي بدي كفي غصب ها؟ بدي يكفي غصب بدي يكفي غصب بدي يكفي غصب نعم طيب ما تدروس أحمل؟ لا ليش؟ شغل ومدرسة ما أبسي ما أبسي ربط شغل ومدرسة؟ أنت لما كنت مستغر كمل دراسة؟ لا التالت بس لا الثالث بس لا الثالث ابتداي؟ لا الثالث وانقطعت من ثالث ابتداي من ثالث ابتداي أنت مقطوع الدراسة نعم لن أريد أن أ��터 أن تدروس أخرى؟ إذا كنت ترفض عن الظلم لأ ترفضогод انت لست ناعداد الدراسة؟ نعم لو艦نات ترفض لغاية هذه الأنظر تدروس مجددا حسنار أحمد تكون يعني انت تشوف بعد عشر سنين نفسك وين اشتتمنى تكون يكون ادرس وصير منشد يعني وعلي وانشد ما شاء الله يعني الانشاد عاوز موضوع الانشاد يعني امنية عندي موغبة بدي اشتغل عليه بدك تشتغل عليه نعم ما شاء الله انت ما شاء الله فرقة كاملة يعني في الحراغة فرقة كاملة ما شاء الله تبارك الله هذا صوتك جبار وهذا الصوت العظيم يعني طيب احمد يعني هو يمثل مثال واحد بكثير من الشباب اللي اجبرتهم الظروف يشتغل اي وظيفة وهذه المهنة يعني هو يشتغل بمهنة شريفة و اجبرته الظروف ان يشتغل بمهنة شريفة وقال كلمة يعني المبلغ اللي يأخذه لا يسفل لكن غصب بدي يكفي غصب بدي يكفي هذا المبلغ هذا هو المجبور عليه وما بيده الشخص اللي امامه هذا الواقع اللي موجود هو الوحيد الواقع اللي ممكن يشتغل فيه الحرقات هذه يعني وانا امشي فيها اسمع قصص والله يتوجع القلب وتألم القلب يعني كم واحد مرض منها هنا؟ كم واحد مرض من هذه الحرقات؟ كثير وناس نحرقها شباب صغار نحرقوا اه؟ شباب يعني كانوا شغالين معاك نحرقوا وتوفوا هناك ناس تشتغل بالتنظيف وناس تشتغل بالحرق يعني هم يطبخوا الفيول لا حوله لا هم اللي يطبخوا الفيول ايه درجة الحرارة مرات تتوصل 400 ايه يطبخوا الفيول الطالة مازوت بعدما يوقف يطلعوه كله حوجة المازوت عشان البرد نعم هذه الوظائف كلها وظائف حوجة والعيشة هي اللي جبرتهم يعملوا بهالطريقة وما تلومهم والله أنا تمشع هنا وأسمع القصص والله لا يلاموا من وين الواحد ممكن يعيش يعني؟ حتى سؤال المدرسة اللي اهتركت في المدرسة يعني واحد عنده كم نفس في البيت عندك؟ ما شاء الله ستة قلتها طيب ستة أنفس ايش يعمل يعني؟ فبإذنه تعالى إن شاء الله تكون انت يعني بداية خير وبداية تغيير إن شاء الله بإذنه تعالى والخير يبدأ بالصدفة اللي جابتنا وخلتنا نسمع هذا الصوت إن شاء الله تكون صدفة التغيير واقع هذه الحراغات إن شاء الله وإن شاء الله تبدأ معاك أنت وإن شاء الله نشوفك منشد وقارئ القرآن زي ما عايز إن شاء الله بس إذا كبرت ما تتكبر علينا رجاء نتصل نالك ونالك عايزين شي ما تتكبر علينا طباب؟ إن شاء الله بإذنه تعالى طيب ترجمة نانسي قنقر بين خوف وعنى في خياب في العرى تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء قد يعل البنيان وتعمر أوطان لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان أن تبذل ما أمكن دوماً أن تبني أملاً وسلاماً أن تنشر حباً إلهاماً بقليل أو حتى بكثير فدامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير ومن النعمة لا تبقى كفرحة اليوما لا بشكر تزيد عنها دوماً طبعاً عشنا بواقع مد يكون محزن للشباب الحضاقات والحياة الحراقات بصورة عامة لكن الآن نحاول أن نعيش واقع مفرحي واقع فيه البهجة وهذه هي مبادرة والهدف الرئيسي من برنامج عمران الشباب اللي كانوا في الحراقات أعدلنا لهم مفاجأة وإن شاء الله تصحى لهم الغنير ولمقية الشباب قد يعد البنيان وتعمر أوطان لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان هذا هو العمران أن تبذل ما أمكن دوماً أن تبني عملاً وسلاماً بازل كيفك حبيبنا طيب؟ طيب محمد صالح كيف؟ طيبين؟ الحمد لله ها إيش اللي حسيت فيه؟ ها؟ إيش حسيت فيه؟ حسيت أنها طيب حسيت أنك طيب الحمد لله كيف لما دخلت؟ كيف شفت الأطفال لما استقبلوكم؟ مكيفين نعم OST مكيفين أهمي ، أنت كيفت؟ كيفت إن شفتها ها؟ كيا Paint إيش أكثر شيء كيفك؟ إن­申الله حبيت هذا الشيء؟ نعم إن شاء الله تكون مثلهم كمان إن شاء الله وتكون أمضpan إن شاء الله إن شاء الله تمام؟ هذا هو الذي أكون أصدقائك نعم تمام؟ تمام إن شاء الله خلاص دعوق الحرقات أم ترجع مرة أخرى؟ أريد أن أ商AL إن شاء الله أهم أحدся حبيت While master orώ喝 Dart? المدرسة لماذا يع orange biber? الحرقات في المدع جايفة و والمدرسة؟ مدرسة جيدة نبدأ من اليوم المدرسة وهذه كلها مصحافكم اللي يحبوكم و ان شاء الله تكيف و زي ما فرحت انت ان شاء الله غيرك سيفرحون تمام و انت كنت قديش تأخذ في الحراقات الشيء اللي كنت أخذ في الحراقات الفحم والمبلغ اللي تأخذو سنعطيك اياه هنا تمام والداوم هنا دائما ان شاء الله وتدرس و انت لانك انسان رجال انت ما اشتغلت الا عشان تساعد وسرتك فالمبلغ اللي هيجي حيجيك ان شاء الله عشان تساعد فيه بس لشرط انك تلتزم على المدرسة تمام ان شاء الله متفقيل وين الابتسامة وين الابتسامة اللي كانت برا وين الضحكة اللي كانت برا وين الضحكة خلاص ما في حراقات الحين ايش كنت عايزة تكون انا سألتك في الحرقات قلت لي ما اعرف بس الحين ايش عايزة تكون ان شاء الله اصغر مثلك يا اخي سير استاد ليه السير استاد مثلك يا سلام يا سلام هذا فصل هذا الفصل اللي تدرس فيه طيب هذه الحولات وهذه السبورة طيب وتنكتب هنا ان شاء الله الحاجات كلها اللي احتدرسوها لا لا كمام ان شاء الله ايش اكتر شي اعجبك من انت كل شي اعجب لك كل شي اعجبك ان شاء الله ايه ان شاء الله انت زمان باسل رحت المدرسة صح؟ ايه رحت المدرسة رحت ليه وانقطعت عن المدرسة صحيح؟ سكرت سكرت هين اه سكرت المدرسة بس كيف كان المدرسة هذيك وهذه اي احسن هذي المدرسة ولا مدرستكم؟ حيش هذي؟ كيف كانت مدرسكم اللي زمان؟ بخيامات وكراسي عاديات مو مثل هذين مش مثل هذة لا ايه طيب حبيت انت هذيك المدرسة؟ لا ايش اللي خلاك تطلع منها؟ ايه قلت باتشي سكر وانتا نبطل منها ايه سكرت الصباح لما كنت تروح كنت تحب تروح لها؟ ها؟ الصباح اول ما قعدت شنت احب اروح لها وبعدين صارت الخيمات هطبرت فوقني اه كيف؟ مالي الاسياخ كلها قامت تكسرها السياخ ارفيع السياخ الخيمات ارفيع؟ ايه كل نهاري تكسرها وكانت تكسر فيكم؟ ايه طيب واش حصل بعدين؟ وانحصل بعدين جابهم قرفانات طيب من جابهم القرفانات سكروها سكروها لكم ها؟ ايه يا رح نهاري تكسرها الذهاب هذه الصالح من الألعاب تلعب فيها بعد ما تخمص تجيحصك يتلعب هنا ومره هل تلعب تلعب تشوكها بعيد شبك تستعرف تلعب هذي؟ تستعرف تلعب هذي؟ تستعرف تلعب هذي؟ لا هذي اللعبة تستعرفها؟ لا ها؟ لتزيد لنهنأ دوما أنت المضمون لكونك والعنوان أنت العمران أول مرة أشوف صفحيك هذا الفصل إيش اللعجبك فيه؟ كل شي عجبني بيه أحلى هذك الفصل ولا هذا الفصل؟ كل هن أحلى ها؟ كل هن أيش أحلى هون؟ أحلى هنهات هذا؟ ليش هذا؟ أعمل بيه ورسمات آه، لأنه بيه ورسمات هذه الرسمات والألوان أحلى ايه طيب، لو كتبت لك حاجة تعرف تقراها؟ شني؟ أكتب لك الآن طيب يا قم طيب أنا حكتب لك وعايزة تقراها طيب طيب هادي إيش؟ هذا اسمك هذا اسمك ها؟ كيف عرفته؟ عرفته عرفته؟ طيب هادي؟ ما عرف هادي ما عرفته؟ لا ما عرفته؟ طيب كيف عرفته اسمك؟ المريض اللي يكتب لني يا أستيس؟ ايه بالرسم عرفت اسمك؟ ايه عرفت اسمك بالرسم ها؟ إن شاء الله إن شاء الله هذه محمد هذه محمد إن شاء الله تتعلمها وتكتبها من محمد؟ ها؟ من هو محمد؟ الجواني لا، محمد من هو؟ لما تسمع اسمه محمد من هو محمد؟ محمد الرسول محمد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طبعاً باسل الله يحفظه إن شاء الله هم هنا لما انقطعوا من الدراسة يحفظوا الأسماء فقط بالرسم فتجد الواحد فقط يعرف اسمه وعارف الرسول صلى الله عليه وسلم وعارف كل حاجة لكن ما يقدر يقرأ لكن إن شاء الله من اليوم تبدأ تلعنف تقرأ وأي اسم نكتبه لك تيجي تكتبه مرة ثانية إن شاء الله لا عليش تمام؟ تمام؟ إن شاء الله جاهز؟ تعرفت العطابة؟ اي تعرفت العطابة؟ يلا نجرب يلا وقف هنا تعرف؟ يلا وقف هنا يلا ياس أضرب علي براسك أضرب هكذا هكذا كدش عملها؟ ها يجرب عملها يلا 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 سواء وتعمر أوطان لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان تبدل ما أمكن دوماً أن تبني أملاً وسلاماً فعلاً يعطل الثالثين من عشرة الأزالة تبني بمغير حتى بكثير مدى مجنيتنا للخير الكل يساهم في التغيير ذاك هو العمر النعمة لا تبقى قد ترحل يوماً باشد! باشد! نعمة لا تبقى نعمة لا تبقى المترجم للترجم للإعجاب كما تبقى المترجم للإعجاب قد يعد البنيا وتعمر أوطان لكن أساس المعمور نحن الى مكان و هذه كانت فكرة البرنامج انت امثالك مبدعين و امثالك والله ملهمين و امثالك نتعلم منهم فامثالك لما يزرعوا في هذا المكان هم اللي ينبتوا و هم يكون الثمر اللي هذا البلد تأخذ منها دائما و تستفيد منها ان شاء الله نحن ان شاء الله من اليوم نبدأ معاك خطبة جديدة ترجع ان شاء الله تتعلم و لكن تأخذوا في الحرقات ان شاء الله تأخذوا هنا بإذنه تعالى ان شاء الله شفت لانه موهبة مثلك حرامة تكون جالسة بس في الحرقات لان انت لحد تفيد ابناء بلدك ان شاء الله ان شاء الله فحيكون دوامك بإذن الله تعالى في هذا المكان و هذه المدرسة انا هاخذ رايك في حاجة انت كنت راضي عن واقعك كما انا غصب بدي ارضى اينها سلام سلام غصب بدي ارضى طيب ايش نظرتك للاطفال و انت في الحرقات الاطفال اللي قاعدين يشتغلوا في الحرقات اللي انحرق و اللي مات و اللي غير ايش كنت نظرتك له مشعورك باتجاههم هنه يشتغلوا ليك مشان ما يحتازوا لحده او يمدوا يدن لحده فقط باعتهم بظروف ان يشتغلوا هذا العمل ما كنت تحزن لما تشوف طفل مفروض يكون في المدرسة يجي الحرقات احزن بس موطالع بالياتشي ايه موطالع بالياتشي نعم ان شاء الله لو قلت لك امنية تتمناها لكل دنيا الحرقات هذه مجتمعهم امنية تتمناها ايش لو انت جالس و كنت تشوفهم و كان عندك حلم ايش كان الحلم انه تفرج علينا و نرجع بيوتنا كما كنا قبل نعم هذه لكل الأطفال الذين يعملون في الحرقات و لو قلت لك أمنية ثانية أمنية ثانية بديك أمله دراستهم الحياة تستمر الحياة تستمر الله يترمد أحمد الواحد قد لا يرضى بواقع لكن تجبر الظروف أن يرضى بالواقع حتى لو كان هذا الواقع مؤلم إن شاء الله و غصب بدنا نغير و ندرس غصب و نغير الواقع غصب إن شاء الله طيب طيب نتوكل إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام اهلا بكم سوار اياك الله اهلا وسهلا في بلدكم و بيتكم الله يكرم اهلا لدي السلام اهلا وسهلا الله سلمك هذا السادة أبو غيس وهذا أخونا و حبيبنا أحمد اهلا وسهلا وصلت الأمالة الله عزك هذه أمانة ثغيلة و غالية إن شاء الله نكون أهل اللي حمل هذه الأمانة و نعوضه كل ما فاته و نعيده إلى عمله الأصلي نعم في التعلم آمين المستقبل بحاجة إلى أبنائنا إن شاء الله إن شاء الله و المبدعين هم بحاجة هم بغير الله يبارك فيك و جزيك الخير يعني على هذا العمل آمين إن شاء الله بإذنه تعال إن شاء الله المدرسة إن شاء الله تعطي صده فإذا بتنشد الصده يكون عالي إن شاء الله إن شاء الله الله يكرمك أحمد مواهبة عالية جدا إن شاء الله إن شاء الله وصلت الأمانة الله يكرمك إن شاء الله صد الله عندما انتقلت مع الأطفال إلى المدرسة والله رأيت في وجوههم وفي أعيونهم قصتين قصة تحكي عن طفولتهم المفقودة وقصة تحكي عن حقهم المسلوب وإن كانت لي أمنية أتمنى أن أراها من جميع المنظمات أن يكون هناك صندوق مخصص لرعاية عمالة الأطفال أو أن تكون هناك حاضنة من قبل المنظمات الإنسانية مختصة لحل مشكلة عمالة الأطفال ورعايتها وتقديم الحلول لها ختاما هناك مثل صيني شهير يقول إذا أردت أن تخطط لعام فازرع رزا وإذا أردت أن تخطط لقرن فازرع شجرة وإذا أردت أن تخطط لحياة كاملة فازرع طفلا وعلم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة بين خوف وعنا في خياب في العراء بين خوف وعنا في خياب في العراء تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء إن على في الأفق غيم وبكت عيد السماء مسهم يتم وفقر وأليسهم البكاء حرموا التعليم ظلما فانزوا ضوء سنا وسقوا الأحسان صرفا بئس ما الحزن ثقا حرموا التعليم ظلما فانزوا ضوء السنا وسقوا الأحسان صرفا بئس ما الحزن ثقا اشتركوا في القناة